برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته الثامنة عشرة من دور الانقاد السنوية العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس وفي مستهل الجلسة عرض المجلس الردود الوزارية على الأسلة النيابية بعدها ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون منها تقرير لجنة الخدمات بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشان المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى توصية اللجنة بشان المسمى والديباجة كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون إلغاء البند الأول من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشان التامين ضد التعطل وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة وفي ذات الجلسة قرر الموافقة عليه في مجموعة وحالته إلى مجلس الشورى ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية بخصوص عدد من الاقتراحات بقانون نحن نتطلع إلى مزيد من الشفافية في ملف العاطلين على العمل أيضا خلق وظائف في سوق العمل تتناسب مع مأهلات العاطلين أيضا غلق الملفات التي تستحق العلاوة أو علاوة التعطل يجب عدم غلقها لفرصة أو فرصتين قد لا تتناسب مع مأهلات هذه العاطل العمل طبعا يهدف المشروع بقانون إلى أعطاء الأولوية في توظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص وذلك اتساقا مع النصص الدستورية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل وفق الأحكام المادة 13 منذ السور